في برنامج الأشبال من أول حالة أطلعنا فيها كان دايماً لنا هدف وهدف كبير كمان زي ما احنا قدمنا وعرفنا بلعيبة موهوبة داخل قطاع الناشئين بين نادي الأهلي وفنلندية المختلفة وبدأت دلوقتي الجمهور تعرف لعيبة وأسماءها كان لنا هدف تاني كبير برضو وهو هدف سلوكي وهدف ترباوي كان هدفنا إن إحنا يبقى إحنا البداية عندنا إن إحنا يبقى فيه نبز للتعصب إن إحنا نربي أشبال ونربي ناشئين على حب أنديتهم بدون تعصب وكانت كاميرا الأشبال دايماً موجودة في كل الأندية كنا بالنادي بالكلام ده عايز أذكر الناس ونسترجع كده ذكريات قديمة ونشوف صور ولقطات معانا من مسؤولين فعلاً مسؤولين في الرياضة المصرية قبل ما يبقى عندنا استثمار رياضي وقبل ما يبقى عندنا انفتاح لكن كان عندنا روح رياضية صورة الراحل العظيم كابتن صالح سليم وكابتن حسن زمورة رئيس نادي الزمالك حلم زمورة ورئيس نادي الأهلي شايفين الروح الرياضية صورة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهو بتشيرت نادي الزمالك وكابتن حسن شحاتة كابتن فاروق جعفر بتشيرت نادي الأهلي اللقطة دي كابتن حسن شحاتة وهو داخل النادي الأهلي وهو مع لعبين النادي الأهلي في ملعب مختار التيتش لقطات حلوة ولقطات دايما بتذكر بالعلاقة القوية بين الأهلي والزمالك ودي لقطات دي اللي دايما عايزين نربع عليها أشبالنا والناشئين وكل الصغيرين داخل اقطاعات الناشئين هي نبز التعصب الروح الرياضية وزي ما قلت لحضراتكم هي دي العلاقة اللي هتبقى دايما بين الأهلي والزمالك برغم دخول أي مستثمر أي انفتاح في الرياضة المصرية لكن هي دي اللي هتبقى دائما إن الأهلي والزمالك أكبر أندية في التاريخ أكبر أندية في الوطن العرب كابتن حسن شحاتة قيمة ورمز كبير من نادي الزمالك ويكون موجود داخل نادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وهو بيتجول داخل نادي الزمالك مع رئيس الزمالك السابق والأسبق تستاذ مامدوح حباس يا رب تكون اللقطات دي درس للمسؤولين الحالين المسؤولين الغير مسؤولين وأصبحوا موجودين في الرياضة المصرية دي لقطات للتاريخ عشان يتعلم منها المسؤولين قبل الكبار المسؤولين قبل أشبالنا ونشئنا داخل قطاعات النشئين في مصر لما تلاقي رمز كبير زي كابتن محمود الخطيب بينتامل النادي الأهلي موجود داخل نادي الزمالك مع اسم كبير أستاذ مامدوح عباس داخل نادي الزمالك كنا حابين نعرض الصور دي ونذكر الناس كلها بعلاقة الأهلي والزمالك اللي هتظل دائما ومعنا لقطة كابتن محمود الخطيب كابتن حسن شحاتة وقبل انطلاق مباراة للأهلي والزمالك واللي اتنين بياخدوا ايدهم بعض وبروحوا لجماهير الأهلي والزمالك وبنشوفها دلوقتي حاليا من الجماهير بنشوف في الديئة عشرين وجماهير الزمالك بتحيي ذكرى شهدائهم وبرضو في الديئة 74 وبيحيي ذكرى شهداء النادي الأهلي نفس الكلام جماهير نادي الزمالك فده رسالة وصور وفيديوهات للمسؤولين حاليا نشوف الروح الرياضية علشان عايزين نربي أجيال على حب أنديتهم أجيال بعيدة عن التعصم اللي احنا كلنا رفضين التعصم